حمدارح كستالينا دوجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي زارة مصر وقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدها عقد دكتور مدبولي مؤتمر صحفي مشترك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية كمان هتبدأ مديرة صندوق النقد الدولي في المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد يوم الثلاث بالتعاون مع المسؤولين في البنك المركزي والوزارات المعنية عايزنا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر معنا في هذه الفقرة دكتور يوسري الشرقاء ومستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال أعمال مصريين الأفارقة اللي منورنا ويحكي لنا كل التفاصيل صباح الخير عليك يا دكتور صباح خير عليك وعلى مصر كلها وعلى كل متابعينك في كل أنحاء العالم يا أهلا بيك يا فندم في البداية دكتور يوسري أهمية هذه الزيارة والمتوقع منها طبعا في البداية خلينا أقول أنه يمكن الظروف اللي احنا بمر بيها أو الظروف المنطقة ظروف صعبة جدا ويمكن كلنا شايفين نرجع بس تاريخيا شوية احنا 2016 تحديدا بدأنا ملف إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويمكن 16 و 17 و 18 اشتغلنا 19 ومشتغلنا 20 و 21 و 22 و 4 سنين ما بين كورونا وحرب غزة و 22 و 23 و حرب غزة منطقة مرتهبة تماما أنت بتشتغل في برنامج إصلاح اقتصادي علشان خاطر تصلح الاقتصاد القلي بتاعك والاقتصاد القلي عندك فيه شغل فيه ضعف في جوانب اقتصاد القلي وطبعا كلنا خارجي من 4 سنين أو 5 توقف اللي هما من 2011 إلى 2014 فأنت بتحاول تصلح اقتصاد القلي وتحولوا لاقتصاد قادر على أنه يعمل تنمية ونمو احتوائي للبلد لكن ما قدرتش عشقات الظروف وتحديات وصلت هذه الظروف أن أنت برضو مستمر على برنامج الإصلاح ومستمر على برنامج البناء مش عايز تتوقف عن البناء وعن عادة هيكلة الدولة وعن عادة قدرة الدولة ومصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى أن جاءت توجهات سيد رئيس الجمهورية قادة السياسية المصرية في إحدى اللقاءات يعني ربما أنه في ارتفاع أسعار الوقود وتحريك أسعار الوقود قبل أكثر من سبعين ثلاثة أدت إلى ارتفاع التضخم 17.5% ربما جاءت توجهات القادة السياسية المصرية ونداء ربما لصندوق النقد الدولي أنه نحتاج إلى مراجعة الأمر مع الصندوق حتى يتم رفع ذلك عن كاهل المواطن المصري عن التحديات لأنه في النهاية نحن نجري كل العلاجات للاقتصاد والتشاول الاقتصادي ده ليه عشان يعود على المواطن المصري وتحسين حياة المعيشة وتحسين المعيشة للمواطن حصل أنه في مشكلة ما ظروف متغيرات كبيرة جت دعوة إلى هذه الزيارة الصندوق النقد الدولي نظرا لأنه اهتمامه بجمهورية مصر العربية اهتمام شديد جدا الزيارة كانت بمدير عام الصندوق نفسها اللي اصدارت مصر والتقت بسادة الرئيس الواضح أنه فيه ظروف صعبة جدا خارجة عن الإرادة مصر تحملت تقريبا 17 مليار دولار وده رقم كبير جدا 10-11 مليار دولار فطورة توافدين نظرا الظروف المحيطة من دول الشقيقة والظروف الصعبة و 6-7 مليار دولار انتفقدتهم فيه تحديات جو سياسية على دخل قناة السويس أكثر من 75% من دخل القناة وتفتقدوا فبلد انتفقت 17 مليار دولار وهي بتعمل برنامج إصلاح اقتصادي علشان تعالج التشوهات في السياسات المالية والنقدية وإصلاح حيكالي لقطاعاتها ده صعب جدا جدا عليها وطبعا خلينا أقول انه حالة إجماع شديد جدا ومعجز للعالم سواء السندوق والحكومة وهذا ما تحدث فيه سيد الرئيس دائما ان الشعب المصري العظيم هو بطل هذه المرحلة المهمة جدا في التحمل لهذه الفطورة المرتفعة جدا من التضخم هنا عايزين نشوف هذه المراجعات والزيارة جاية علشان نعرف ايه المراجعات المراجعات دي خلينا نشوف ايه اللي حصل ايه اللي تم مصر حقق 6 واحد من 10 فقد اولي في الميزانية وده يعني شيء غير مسبوك احنا عندنا مستهدفات عايزين نخفض الدين العام ومقارنة ونسبة ناتجة المحل الإجمالي عايزين نقلل التضخم على قد ما نقدر عايزين نفتح فرص عمل ومعادلات بطالة مواشرات الاقتصاد بتاعنا تقريبا المرحلة دي كان فيها يعني جزء كبير جدا من العلاجات وخلينا أقول ان احد هذه العلاجات المهمة جدا في الاقتصاد اللي هيقل مناخ الاستثمار عشان تجيلك صفقة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة قدت إلى زيادة السورة النقدية وزيادة صافي الأصول الأجنبية في جمالية نصر العربية لعشر وثلاثة أمان عشر ملاد دولار فده ادك مؤشرات جيدة جدا لاتصادك حسن مناخ الاستثمار بشكل جيد وده واحد من أهم مناطق أو أهداف أو آليات برامج الصندوق فاللي احنا بنتكلم على في مشكلة كبيرة جدا في اقتصاد المصري نعم المشكلة دي كانت قديمة ويعني مرحلة من سنوات كبيرة نعم فيه إجراء إصلاح لهذا الكلام طبعا هذا الإجراء ما بيبقاش بين يوم وليلة ولكن بيخضع لظروف ومتغيرات خارجية وداخلية كل فترة من فترات بيبقى فيه اجتماع مع الصندوق عشان نعمل مراجعات مع كل الوزارات المعنية ايه اللي تم وفقا للبرنامج ده له أهداف ولو آليات أهم هذه الأهداف والآليات من ضمن الآليات اللي هو تحرير سعر الصرف أو إحداث مرونة في سعر الصرف وخلينا ذكرك أشازلي وجمالة معايا على حاجة مهمة جدا احنا في يناير 24 كنا بنتكلم على الدولار في السوق السوداء ب 70 و 80 جنيه وكناش عارفين هيوصل لحد فين احنا بقنا 8 شهور ونص أو 9 شهور بنتكلم على 48 و 49 فسيبنا مرونة سعر الصرف اتحققت وسبنا الدولار يتحرك حتى يستقبل الصدمات الخارجية بشكل أو بآخر وده أدى أيضا إلى تحسين وجود أو وفرة وإتاحة الدولار لأن انت كان عندك مشكلة كبيرة جدا متراكمة من سنة ونص قبلها منذ أن تحركنا في فبراير 22 في حرب روسيا اوكرانيا حصل عندك تراكم كبير جدا احتياج كبير جدا للدولار ارتفاع كبير جدا في سعر السرعة الأساسية وبالتالي كان عندك مشاكل كبيرة زي تقدر تعليقها في 8-9 شهور وتحقق أمرونا في سعر الصرف وسبت في سعر الصرف عشان تقدر بعد كده تنتصي الصدوات الخارجية أي أن كان هيحصل في حركة في المال الساخن حركة في رفع سعر الفايدة في أي سرعة الأسواق هيحصل مشكلة كبيرة جدا أو أي شيء يحصل يكون عندك استعداد وعندك سعر الصرف تتحرك بمنتهى البساطة شديدة مع العرض والطلب أمام العملة الدولارية وده هيديك مساحة كبيرة جدا على السبات والسبات يقدر يخليك تجذب استثمار أجنبي والاستثمار أجنبي تقدر توجيهه للصناعة والمشاكل كسبت العمالة بعدين تقدر تنتج منتجات عشان تقدر هذه المنتجات عشان تقوي الوعاية الدولارية هي الدورة الاقتصادية في الاقتصاد الكلي المهم جدا بقى أن احنا نعرض وده كان طلب الكهداء السياسية المصرية سيدة عبدالفتاح السياسية عدما أوجه الحكومة لازم يبقى فيه جلوس مع الصندوق علشان خاطر يبقى فيه برضو حماية مجتمعية يبقى فيه نظرة إلى أن هذه الإصلاحات وهذه الإجراءات ربما يعاد النظر فيها سواء في الجدولة في المستهدفات في التقنية هذه اللقطة دكتور يوسري بالفعل هتبدأ بالفعل مدير صندوق النقد الدولي في المراجعة الرابعة مع مسؤولين من البنك المركزي والوزرات المعنية ايه الهدف من هذه المراجعة وايه المتوقع من هذه المراجعة طيب خلينا أقول أن احنا عندنا في البرنامج مثلا رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية أو رفع الدعم لتدريجي عن الوقود أو عادة توزيع الدعم في طبقات الحماية المجتمعية أو الإجراءات سلسات النقدية معينة في تسديد النقدية علشان يقدر أسرع تدخم أو فيه إجراءات في السلسات المالية أو إجراءات في الاصلاحة التشريحة والهيكالية علشان الترخيص الصناعية والرخص الزهبية والآخره كل المنظومة الاقتصادية دي كلها لها توقيتات ولها إجراءات ولها ناس بتقوم بيها ووزارات معينة بتقوم بيها بيبدأ الصندوق يفضل يعمل مراجعات ايه اللي تم واللي تم في مدته الزمنية أو أقل طب إيه اللي أنت محتاجت جدوله أعادت جدولة وقته تاني يعني ممكن نقول مش هنقدر يعني بلاش نزود أسعار الكهرباء تاني لمدة أكتر من يعني بدلا ما كان عندي مثلا زيادة بعد أربع خمس شهور لا أنا ممكن يكون بعد سنة أو سنة ونص هجدول أو أووسع الفترات الزمنية هوسع الفترات لحد ما أقضع تضخم في جزئية معينة هبدأ إيس إزاي أوصل لمنظومة أكمل البرنامج وأوفر برامج حماية اجتماعية وهوسع التوقتات الزمنية المتعلقة بتحريك السعر لأسعار الوقود أو أسعار الطاقة هنا دي المراجعات المراجعات فيها أن أنا بقوله ومكن هي التصريح واضح جدا مديرت السندوق بتقول إحنا جايين نسمع قويس جدا مصر هتقول إيه جايين نسمع عشان نستوعب قويس جدا حجم المشكلة فين وده كان كلام واضح جدا ومن خلال السماع الجيد والتحليل الجيد للمشهد هنشوف إحنا عملنا إيه وإيه لنقدر نرحله مرحليا سواء زمنيا أو استحقاقات معينة في توقيتات معينة ليه؟ لأن إحنا في مارس الماضي عملنا مراجعة مع السندوق وأعدنا مع السندوق في خلال البرنامج لمدة 2016 رفعوا لنا القرض من 5 مليار من 3 مليار لل 8 مليار دولار في مارس 24 وبالتالي فيه اتزامات على السندوق وفيه اتزامات على الجانب المصري ومن ثم هذه الاتزامات علينا جميعا التي تؤثر تأثير آخر وصعب جدا على المواطن المصري إحنا لما بنحرك أسعار وقود بنلاقي عندنا تضخم بيرتفع 17.5% يبقى فيه حالة عدم قدرة على التحمل من الجانب المصري أو الشارع المصري تحديدا أو المواطن المصري ومن هنا إحنا محتاجين نوصل لمعادلة جديدة والمراجعة هنا هتوصلني لمعادلة جديدة سواء زمنية أو في يعني الاستحقاقات الخاصة بالسندوق أو آليات البرامج اللي ممكن تطبق في هذا الصدق طيب إذا حدك شفت تصريحاتها من بارحة تتكلم عن مصر وهل من خلال تصريحات حضرك بتتوقع أن المراجعة دي تكون مفيدة بالنسبة لنا شوف أنا عايز أقول لك على حاجة من وجهة نظر الشخصية يعني ما فيش أدنى شك أنه المؤسسة الأمريكية ومؤسسات النقد العالمية وسنديق الاتمان العالمية ويمكن قبلها بيومين كان عندنا تصنيف من مؤسسة الاتمان العالمية الناس بترائب فيتش بترائب وبعض المؤسسات بترائب وبتشوف قد إيه أنت عندك يعني ارتفاع في السورة النقدية ارتفاع في السورة الأجنبي أنت بدأت تاخد إجراءات محطة سقف للسورة العامة الحكومية اللي عندك بدأت تتحرك على أنك تدخل القطاع الخاص تفتح فرصة للقطاع الخاص تخلص الاتروحات الحكومية بدأت تعمل لجنة لإدارة الدين العام الخارجي وبدأت تشتغل على بحث على بدايل عن الاقتراض المباشر مباشرة كل فترة بدأت تشكل حوكمة للدين بدأت تشكل سيطال على الدين الخارجي يعني فيه إجراءات حكومية كبيرة بتتعامل لكن كل هذه الإجراءات مع طبعا زي ما قلنا قبل كده الزيادة السكنية المتطاردة مع ظروف الوافدين الموجودين مع ظروف الجيو السياسية والخصوصة السبعتاشة مليون الدولار التي كانت عليهم وخسار كتير جدا بتأكد على أنه الشاهد في المشهد الخارجي سواء مدير للسندوق أو أي مساء استثمان بينظر إلى كيف أدارت الحكومة المصرية هذه المرحلة الصعبة جدا للغاية في منطقة ملتهبة يعني أنت بتشتغل والنيران تحيط مصر من كافة الاتجاهات أتحدث عن الجنوب وأتحدث عن الشرق والغرب وأتحدث عن الشمال أنت عندك ظروف أكثر من سنتين مش ممكن أي دولة أو حكومة تستطيع أن تسير ب110 مليون نسمة زائد 10 مليون ضيف زائد ظروف نيران من جمال الاتجاهات وتحقق نمو اقتصادي 3 و 3 من 10% ومتوقع أن توصل إلى 4 أو 4 و 2 من 10 وفقا لقراءة الصندوق فنظر التحترام والتقدير للحكومة المصرية التي أدت بهذا الشكل في ظل هذه الظروف مع هذه المعطيات القديمة القادمة بمشاكل كتير اتصادية نتحدث عن إصلاحات تحتاج إلى قواعد بيانات وقواعد بيانات تحتاج إلى مصاريف مرتفعة جدا وتكريف وإنفاق حكومي عالي جدا في تكنولوجيا المعلومات نتحدث عن بنية تحتية كنا كنا نحتاجينها نتحدث عن مدن جديدة علشان خاطر نقدر نوسع الاستيعاب لعدد السكان ونوسع الفرص الاستثمارية في أرض مصر نتكلم على استقبال استثمار أجنابي مش هل تستقبل استثمار أجنابي بدون توفير طاقة بدون توفير طرق بدون توفير بنية تحتية بدون توفير نظم حوكمة بدون توفير إصلاح كامل هيكالي وتشريعي أعتقد من وجه التنظري أن مصر مرت بظروف في هذه المرحلة صعبة جدا للغاية ودي اللي يمكن في كلمات مدد سندوق النقد الدولي مواضح تماما احترامهم للأداء اللي تم في هذه الفترة واحترامهم وتقدرهم لهذا الشعب العظيم وربما تحملوا لهذه الفاتورة الصعبة جدا من الإصلاح فاتورة صعبة جدا بحدش يقدر ينكر على الإطلاق أن من 2016 ظروف صعبة جدا وأن مصر تسير بخطة سبتة في استكمال هذه المرحلة وهذه المنظومة وأنه نقدر نكمل البناء والرهان على أنك تتوقف البناء يقاف البناء ويقاف حركة البناء ده يؤثر تماما ويعود تماما إلى الخلف لأنه لو توقفت عن الاستكمال لو توقفت عن الارتزاماتك الخارجية وساد الدين لو توقفت عن الاستمرار في البرنامج الإصلاح ما فيش فرصة إطلاقا لأنه عنصر الزمن مش معاك التحديات الخارجية مش معاك الظروف الداخلية وزاد السكانية مش معاك وبالتالي أنت كان لازم تحل المعادلة دي وتنتقل بالبلد إلى الأمام في ظل هذه الظروف الصعبة وفي نفس الوقت لازم تحط فرصة كبيرة جدا لأنك تشوف طبقات الحماية المجتمعية هذه الطبقات الحماية المجتمعية وربما ننادي الآن بأن تتحول إلى توسع في إنشاء المدارس حتى توفير فصول وبالتالي نرفع عبء عن أركاه الأسرة المصرية أيضاً توسع في إنشاء المستشفيات حتى يتم رفع أيضاً جزء آخر من فطولة التكاليف في المعيشة هو تكاليف العلاج داخل الأسرة المصرية وبالتالي نستطيع أن نتحرك إلى الأمام أنا توقع الشخصي أن معادات التضخم هتنخفض تاني بدل ما وصلت 37 بعد زيادة الأسعار في الوقود هترجع إلى 25-26% خلال النصف الأول من عام 25 أنا تصوري أنه في نهاية 25 هيكون وصلنا إلى نتائج إذا لم يحدث لقدر الله أي ظروف جيوسياسية صعبة جداً للغاية لأننا زي ما نرى بالليل وبالنهار بنصح على خبر وبالنما على خبر مختلف تماماً وناس بترجع في اتفاقياتها وناس بتحترق بالشيء مع أعهدها وإننا كان لازم برضو في كل الظروف دي أننا نحافظ على متانة وقوة تسليح الجيش المصري والتدريب وكفاءة التدريب ورفع كفاءة قتالية وتوفير الموازنات والميزانيات ورفع الاحتياطيات الخاصة بالسلعة التامونية لأننا نشتغل في ظروف صعبة جداً للغاية فيمكن عندنا في المرحلة المقبلة لو مشت الأمور بشكل أفضل لو حصل انفراجة في هذا التوتر الذي نحيا فيه في الدول الجوار ربما نشهد بعد نص التاني من آخر 20 حالة جيدة جداً من خفاض التدخم ودخول في مراحل دفئ كبيرة جداً تتعلق بالتصدر المصري وينعاكس ذلك على المواطن بشكل جيد بإذن الله طبعاً نشكر عليك شكراً جزيلاً دكتور يوسري الشرقي ومستشار لستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفاريق نشكراً كيف أننا على كل هذه الإدهات شكراً جزيلاً دوشيكاً